اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واهم نقطة هي لازم انه يكون لديك روتين تعتمده ونظام تتبعه خاص بك يجمع ما بين المتعة والدراسة لكي لا تشعر بالملل سريعا من الدراسة وتكون ناكتيف ليرنر اذا لم تكن لديك فكرة كيف تصنع روتين خاص بك يمكنك مشاهدة بعض من فيديوهاتي عن الموضوع واللي راح نخلي لكم لينكس تاع الفيديوز في صندوق الوصف راح يعطوك افكار كيفاش تصنع روتين خاص بك يجمع ما بين المتعة والدراسة كذلك ثانيا ان كنت ممن يكتب الدروس في القسم بانتظام فهذا شيء جيد احرص فقط ان تستعمل الالوان وبعض الدكورات والرسومات البسيطة بعد العودة من الدراسة يعني في المنزل وان كنت ممن يكتب فقط ملاحظات في القسم فاحرص ان تكتب دروسك منظمة مباشرة بعد العودة من الدراسة لانه اذا اجلتها ولو لمرة فرح تتراكم عليك ورح تلقى صعوبة لاحقا وتعجز على كتابتها من جديد لذا احرص ان تكون دائما لديك الدروس كاملة ومنظمة لكي لا تصاب بالقلق او الضغط عند قرب الامتحانات تالثا خصيص مساحة تحت كل صفحة خاصة بالدرس لكتابة ملاحظات مهمة يقولها الاستاذ او مشاريع او اسئلة او حتى واجبات منزلية كنت اود ان اقول خصيص مني نوتبوك ولكن لن يكون عملي للكل فقد تنسى احذاره في بعض الاحيان او تتكاسل عن الكتابة فيه او حتى تنسى تفحصه لهذا الكتابة في كراسي المادة تحت الدرس مباشرة افضل لانه بطبيعة الحال رح كتحل الكراس باشتراجه ولا تشوف شا عندك في اليوم الموالي رح تلاحظ انه عندك اهومورك لازم ينجز رابعا بعد العودة من الدراسة مساء احرص دائما انك تخصص على الاقل مدة ساعة لمراجعة الدروس اللي درتوها في اليوم انجاز واجبات منزلية او حتى تحضر لدروس الغد هكا باش تكون طالب ناشيط وتشارك في القسم وحذاري ثم حذاري انك تكون من الاشخاص اللي غير يلحقوا للدار يرميوا حاقبتهم وما يشوفوش عندهم الا في صباح اليوم التالي لا تكون مهملا خامسا لا تبالغ في استعمال الهاتف ايام الدراسة خصص وقت محدد له للترفيه عن نفسك اما اثناء الدراسة فابقه بعيدا تماما عنك لان الهاتف له بزاف وضيع الوقت وانت كونك طالب فالوقت قيم بالنسبة لك لا يجب اداعته في امور تافهة كهذه سادسا اتبع طريقة تلخيص الدروس للفهم اكثر ولتسهيل المراجعة للامتحانات ولكن قم بذلك قبل الامتحانات وليس اثناء الامتحانات هكا باش لما تقرب فترة الامتحانات تراجع بكل اريحية لانه باتباعنا الخطوات والعادات السابقة راح يكون الدروس ديجا عندك منظمة وفاهم اغلبها لانك كنت تراجع مساء بعد العودة من الدراسة وتاني راح عندك ملخصة سو ما راح تلقى اي صعوبة للمراجعة ورح تكون بعيد كل البعد عن التوتر فترة الامتحانات سابعا احرص دايما انك اثناء المراجعة تطرح اسئلة على نفسك وتحل مواضيع سنوات سابقة وتتمرن قبل ما يجي الامتحان لطالما رأيت انه هادة الطريقة فعالة جدا ومن اهم اسباب تفوق الطالب لانه راح تكون ملم بجميع المعلومات ومطلع على اغلب نماذج الاسئلة اللي راح تجيك في الامتحانات لذا راح تكون عندك نسبة كبيرة في اجتياز الامتحان وبعلامات عالية جدا ثامنا لازم دايما يكون عندك خطة وبرنامج للدراسة في نهاية الاسبوع تحاول تعمل فيها مراجعة لما درست خلال الاسبوع تنجز فيها المهام والواجبات المنزلية والتاني اهم حاجة استغل نهاية الاسبوع في انجاز المشاريع اللي يطلبها منك الاستاذ حتى ولو كان مازال باقي لها الوقت لكن انجز مشاريعك دائما في وقت ابكر وبراحة كما قلت واعيد في وقت ابكر وبكل راحة وليس في استعجال وقلق وتاني كما نقولوه تنحيها مطريق ولاحقا تلتها فقط في الدراسة وما تكتش على روحك وتضغط روحك في ايام الاسبوع تاسعا واخيرا عود نفسك على النوم في وقت مبكر وابتعد تماما عن استعمال الهاتف قبل النوم لانه كما هو معروف ضوء شاشة الهاتف يساهم في انخفاض جودة النوم ليلا استبدلها بقراءة كتاب او الاستماع لبودكاست محاضرة دينية قرآن هكذا لتنم في سلام وطمأنينة وتنهض على نفس المود في اليوم التالي واذا كنت مهتم وتتساءل كيف يمكنك ضبط نومك فقد شاركت معكم فيديو سابقا عن كفية ضبط النوم تلقوا الرابط في صندوق الوصف وبهذا ماي فرينز نكون وصلنا لنهاية فيديو هاليوم ان شاء الله يكوننا لإعجابكم وأفعدكم اذا كان كذلك ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم لتعم الفائدة والى فيديو اخر ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة